ورجعت لكم بعد الفوصل احنا طبعا كان معينا فقرة بس حصلت كده شوية حاجاته تلغت للأسف كان نفسي يعني تدبستوا معي أكتر النهارده بس أنا عايزة تكلم النهارده كده بسرعة طبعا أنا قلت لكم إن عشان برنامجنا اسمه فكرة وأنا بدعم كل البجات وكل الشغل وكل أي حد ببعات لي أي حاجة يا جماعة أنا والله بدعمه وراه فيها فيه بيج حلوى قوي اسمها كاربيتين دي من أكتر بجات المحترم وما واقع بجد يسيبكم من كل أي حاجة فتت أنا تكلمت فيها بأمينة اللي أنا تعاملت معاها الناس محترمين جدا وزوء جدا درجة أنه أنا أسيسا هما لما بعتوا لي الهدايا دي أنا ما كنت شتاعت الأسبوع اللي فايت بسبب كان شوية صروف عندي بعتوا لي بصراحة الأكسسوريز ما سألوش حتى أنا عملت الأعلان ولا لأ فبأمينة أنا بشكركم والجماعة هي البيجي دي شايفين يعني أنا لابسة حاجة هما للأسف المفروض كانوا يعرضوا يعني هما أطلقباتوا شوية في عرض الصور بتاعة الأمير وبتاعة الباتشي دي هي الأكسسوريز دي على فكرة جاية لي منهم اللي هي كانت عرضت هنا فاكري بقول له إيه دا أنا لابسة زيها فهي الأكسسوريز دي حتبلكوا في الشيشة بس لو ممكن يعني تيجي لي بس كده قريبة وهي عندكم الشغل بتاعها هيظهر والله بأمينة يعني نوع الناس في منتهى الزوء والإحترام فوق ما انتو تتخيلوا عايز أقولكم الحاجات دي لما بتتلبس هي مطلية تقريبا نحيص أو فضة يعني بس هي ما بتغيرش لون أعدت بيها يومين بالظبط بجيب عليها مية وكده ما دخلش فيها أي حاجة ولا حظ الله حاجة ولا خدش ولا صدق ولا أي حاجة فالبيتشي دي حلوة جدا اللي عايز يشوف بس الشغل بتاعها وهي اسمها يا جماعة أنا أصفة جدا اللوجو أنا هنزله عندي على الفيسبوك هي اسمها كاربيت زامب أنا بيجب لكم الأسامل حلوة بس تاني حاجة بقى أنا بعد كده في البرنامج بتاعي هيخد أول عشر دقايق مشاكل أو أي حد عايز زرد مشكلته عندي مشاكل إن شاء الله هاخدها من الحلقة الجاية وهتوحشوني إن شاء الله استنوني الحلقة القادمة وهقول لكم قابليها إلى اللقاء